وصلنا لقطاع التربية ولنجاوب على أهم الاستفسارات بهذا القطاع وأكيد مع ضيفتنا الأستاذ إناسمية مديرة الإشراف التربوي بوزارة التربية يسعد لصباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا فيكم يسعد لصباحك وأهلا وسهلا فيك لما نحكي عن القطاع التربوي في عدة أقصام ولكن الإشراف التربوي مهامه مختلفة بتكون ضمن الوزارة أول شيء خلنا نتعرف على مهام الإشراف التربوي الإشراف التربوي هو عملية هادفة هدفها هو تجويد العملية التعليمية وبالتالي تجويد مخرجات التعليمية لأبنائنا المتعلمين لذلك فهي تعمل على تجويد جميع العناصر العملية التعليمية هدف الإشراف التربوي طبعا كما ذكرنا التجويد لكن التجويد لا يأتي إلا بداية نحن بتحسين أداء المعلمين داخل المدارس أحيانا يأتي معلم ليس لديه خبرات تربوية وبالتالي فهذه مهمة الموجه لكي يرشده ويدل على التخطيط الدراسي وكيفية التدريس وعلى كيفية مراعاة الفروق الفردية بين أبنائنا المتعلمين وتعرفه بالطرائق التربوية الحديثة أيضا هناك بعض المعلمين يأتون إلى قطاع التربية خرجين جدد ولديهم علامات مرتفعة أيضا من الجامعات لكن ليس لديهم خبرة في الميدان التربوي أي يحتاجون إلى من يساندهم ضمن الميدان التربوي لتعرف على جميع المعوقات التي يمكن أن تصطفهم أيضا هناك بعض المعلمين القدامى أو المدرسين القدامى الموجودين على رأس عملهم لكن بحاجة إلى تعريفهم بالمنهاج الحديث بالطرائق التربوية الحديثة أيضا لدينا معلمين في المدارس يحتاجون أيضا من أجل الإدارة الصفية تعريفهم بالإدارة الصيفية الصفية كيفية التعامل مع الشعب ذات الأعداد الكبيرة بما أن التربية هي تربية مجتمعية فهي بحاجة أيضا إلى المراقبة الدائمة على جودة العملية التعليمية بذلك نحن نرى بأن الشراف التربوي هو لجميع عناصر العملية التعليمية أيضا الإدارة المدرسية بحاجة إلى من يتابعوها وإرفاضها بجميع المستجدات التربوية وجميع البلاغات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية ومتابعة أدائها أيضا تباعدوا الزيارات بين إدارات المدارس لتعريفهم بأهم المستجدات التربوية الموجودة المشرف التربوي هو يقوم أيضا بتنفيذ الدروس النموذجية للمعلمين وأيضا متابعة تنفيذ الدروس النموذجية بين المعلمين أنفسهم فمثلا عندما يدخل المشرف التربوي إلى الصف ويقيم الموقف التعليمي فهو يرصد ما هو احتياج هذا المعلم ويقوم بوضع خطط علاجية من أجل ترميم الثغرات الموجودة لدى المعلمين في الصفوف نعم طيب خبرنا كمان اليوم ممكن وزارة التربية بما يخص زيادة أو نقص خلينا نقول عدد الموجهين أو المشرفين ببعض المدارس وخاصة نحن بنعرف هلأ يمكن صار عندكم نشاطات كثيرة منها منهاج البجداني الفئة بيه أكثر من نشاط عم تحاولوا تستقبلوا فيه كل المنقطعين وأيضا يمكن بعض الحالات المدرسية فخبرنا عن كيف ممكن تسد وزارة التربية النقص في بعض المدارس وأيضا بالنسبة لنقص بالمنهاج بيه مثلا كيف يكون تستقبلوا الطلاب المنقطعين والمنتسربين من المدارس طب بداية أجل ترميم الشواغر للمشرفين التربويين والاختصاصيين وزارة التربية دائما تبحث عن الكفايات العلمية والتربوية من أجل تكليفها بالإشراف التربوي والاختصاصي لأنها مهم كثيرة هل تبطى من السابقة اللي هلأ موجودة حتى في الشواغر؟ وزارة التربية عملت على المسارات التعليمية ذلك حددت المسارات التعليمية التي يجب أن يمشي بها المدرس أو المعلم كي يتم تكليفه بالتوجيه التربوي والاختصاصي وبعد انتهاء من المسارات التعليمية أرسلتها إلى وزارة التنمية الإدارية لإعتماده وسيتم الإعلان عن المسابقة لانتقاء الخبرات والكفايات التربوية والعلمية من أجل تكليفهم بالتوجيه التربوي والاختصاصي هناك اختبار كتابي والناجحين في الاختبار الكتابي سيتم جراء مقابلة شفوية لهم لكن هذا ضمن إطار القانون رقم 853 الصادر عن القيادة المركزية لعام 2008 كمان خلينا نحكي وناخد نصائح من حضرتك أو رؤيتك بهذا الموضوع فترة الانقطاع قربت تقريبا عند الشهادات برأيك هاي الفترة هي كافية لا يعيد الطالب المنهاج بشكل كامل طبعا وزارة التربية وضعت خطة درسية منذ بداية العام الدراسي ووزعت مفردات المنهاج الدراسي منذ اليوم الدراسي الأول إلى نهاية العام الدراسي وضمن هذه الخطة لا يوجد ما يسمى فترة انقطاع أو مراجعة كما ذكرتي في كل يوم يوجد دروس لكن المتعلم أو الطالب إن كان في الصف التاسع أو صف البكالوريا فهو يستطيع أن يدوم بمدرسته وبنفس الوقت يستطيع أن يضع خطة للمراجعة لنفسه فمثلا تلاميذ وطلاب المرحلة الانتقالية دوامهم حتى يوم 17 أيار وفي يوم 18 أيار هناك الاختبار لفصل الدراسي الثاني من 18 أيار لغاية 26 أيار أما اختبارات المرحلة الثانوية فهي تكون في 30 أيار واختبار مرحلة التعليم الأساسي 29 أيار يبدأ لذلك لا يوجد فترة انقطاع لا يوجد وزارة التربيه حريصة أن يكون جميع كوادرنا التدريسية موجودة في المدرسة وتجيب عن جميع تساؤلات أبنائنا المتعلمين أثناء دراستهم وهي ملاحظاتهم على المنهاج مع الاستمرار بالدروس أثناء العام الدراسي نعم كمان ضمن خطوتكم مهرجانات فنية بعنوان صغار كبار حتكون أيضا خاصة للأطفال خبريني عن أهمية هذه المهرجانات ومشاركة الأطفال بالنشاطات الترفيهية طبعا المهرجانات الفنية الموجودة الآن في المدارس هي تحت إشراف وزارة التربية والتعاون مع منظمة طلاقة البعث واتحاد شبيبية الثورة طبعا هذه المهمة كثيرا بالنسبة لأبنائنا المتعلمين فهي التربية الفنية والتربية الموسيقية وأيضا التربية الرياضية فهي تنمي الإبداع والابتكار لدى أبنائنا المتعلمين وأيضا هي تنمي لديهم مهارات التواصل مع بعضهم البعض والعمل كفريق العمل الجماعي والتآذر الحسي حركي أيضا هذا يساعد أبنائنا المتعلمين من أجل الفتح الذهن لديهم ويساعدهم أيضا في دراستهم اليومية وهناك حال من المتع والفرح في مدارسنا الآن بهذه المهرجانات نعم نعم أيضا من المواضيع التي طرحيت وزارة التربية خلال هذا العام هو التعلم الوجداني وتبقى هذا العام ولكن دون كتاب كان إلى كيف لقيته هذه التجربة؟ طبعا التعلم الوجداني الاجتماعي هذا التعلم خصص له حصتين درسيتين ضمن المنهاج ضمن الخطة الدرسية يدرس الحصتين درسيتين في الحلقة الأولى معلم الصف أما في الحلقة الثانية فهو يدرسه طبعا من الصف الأول حتى السابع والثامن يدرسه معلم الاجتماعيات أو التربية أو اللغة العربية أو أي معلم لدي حصص شاغرة يستطيع استكمال الحصص بالتعلم الوجداني طبعا التعلم الوجداني بنية بناء على أربع محاول رئيسة هي المشاريع المبادرات التربية المهنية والمهارات الحياتية طبعا نحن نعلم بأن منهاجنا بنية على أنه مهارة تعلم لتعرف وتعلم لتعمل وتعلم لتكون بناء الشخصية وتعلم لتعمل ربط التربية بسوق العمل نجد في التعلم الوجداني هناك خطة درسي لا يوجد منهاج لكن يوجد دليل وضعت وزارة التربية دليل ويوجد خطة سنوية وزعتها وزارة التربية من بداية العام الدراسي هذه الخطة تشمل كيفية الإعداد للمشاريع والتعريف بالمشاريع والمبادرات وهي مراحل تنفيذ المشروع وإلى ذلك فهذه الخطة أيضا يوجد بها التربية المهنية تشمل التربية الزراعية وأدن التربية الصناعة والتجارة والسياحة ويوجد أيضا الفنون النسوية ضمن هذه الخطة موزعة على مدار العام الدراسي نعم بالنسبة لإعادة التشكيلة أيضا التربوية الجديدة خلينا نحكي عن هل سيتم مراعاة سكن المدرس لمدارس قريبة من مكان سكنه كيف رح توازنوا هذه المشكلة وخاصة بهذا الوضع الحالي يعني صعوبة نقل مواصلات والأساس طبعا وزارة التربية تسعى دائما لتوطين التعليم فهي أثناء التشكيلات تراعي سكن المعلم كما ذكرت لكن حسب الشواغر أحيانا لا يوجد هناك شواغر وأصدر التعميم على جميع مدريات التربية بتوطين التعليم من خلال تأمين سكن للمعلمين قدر الإمكان يعني طبعا سكن المعلمين سيكون هناك أريحية بالنسبة لسفرهم إلى محافظاتهم ولدوامهم أيضا يوجد هناك أريحية توزيع الدوام بين المعلمين لكن وزارة التربية حريصة على أن لا تترك أي صف أو شاغر أو أحصة درسية بدون معلم ظاهرة للأسف كثير من نشوفها حاليا مواقع التواصل الاجتماعي أو ممكن بالمدرسة هي التنمر أو السخرية من المعلم أو المعلمة كيف عم تتعاملوا مع هذه الظاهرة؟ عم يكون في إجراءات جديدة عم تتخذوها؟ طبعا وزارة التربية بشكل دائم تجري الاجتماعات الدورية وأيضا تجري التكاليف الجديد للمرشدين النفسيين والاجتماعيين ليقوموا بدورهم بحيث لا تكون هناك مدرسة بدون مرشد اجتماعي أو مرشد نفسي ويتم تكليف المرشد الاجتماعي والمرشد النفسي بالإضافة للأطر التعليمية والأطر الإدارية الموجودة في المدرسة بالتعاون والتواصل مع أولياء الأمور من أجل القضاء على هذه الظاهرة نعم أيضا شو الجديد خلينا نحكي بخطة وزارة التربية بما يخص الإشراف التربوي بجميع المحافظات في شي جديد في خطة جديدة رح تعملوها طبعا الآن هناك في ضوء الإعداد لدليل الانتقال بالإشراف التربوي إلى الجودة التعليمية بالمدارس ما هو دور الإشراف التربوي بالانتقال للجودة التعليمية سيتم تدريب الموجهين الأوائل في وزارة التربية ومن ثم تدريب الموجهين الاختصاصيين والتربويين من أجل التطبيق الجودة في كل مدرسة في العام الماضي دربنا المدراء المدارس على الإدارة المدرسية المتكاملة والآن ستطبق الجودة الشاملة لتشمل الإدارة المدرسية المتكاملة من ضمن الجودة الشاملة طبعا الإشراف التربوي الآن يتابع الفئة يتابع دورات الاستكمال في المدارس ويتابع سير العملية التعليمية جميعها إشراف التربوي قبل الحرب بسوريا كان دوره يمكن معروف ومحدد أو المشاكل كانت محصورة نوعا ما ولكن نتيجة الحرب للأسف ظواهر اجتماعية كتير طلعت آثار الحرب أكيد رح تبين على الطلاب كان في خطة معينة تبعتها بهذا الموضوع لاحتواء أزمات ممكن تكون نفسية عند الطلاب اختصاصات معينة صرتوا بحرصوا أن تكون موجودة بقلب الكادر التدريسي طبعا كما ذكرت الجمهورية العربية السورية عانت من أكثر من عشر سنوات من الحرب كانت جميع القطاعات الدولية متضررة لكن أكثر المتضررين كان قطاع العملية التعليمية أو القطاع التربوي كان أكثر المتضررين نجد أن القزائف الإرهابية كانت تطال المدارس وأيضا يسبب تهجير أبنائنا المتعلمين من مدارسهم ومن قرائهم إلى أماكن أكثر أمانا لذلك دور الإشراف الدربوي ازداد وأصبح أهم من قبل الحرب فأصبح دوره نفسي اجتماعي بالإضافة إلى الدور التعليمي فهو طبعا يعمل على الدعم النفسي ويعمل على كيفية احتواء هؤلاء المتعلمين وخصوصا بعد الأزمات هناك سأصبح في المناطق الآمنة أعداد كبيرة جدا من المتعلمين داخل الغرف الصفية فيعمل دائما على أجل الدعم النفسي لأبنائنا المتعلمين نعم كلمة أخيرة بتحب توجهها لكل الطلاب أو حتى الموجهين المشرفين التربويين بختم حديثنا طبعا أنا فلنا جميعنا أبنائنا المتعلمين كل عام وأنتم بخير وأتمنى من جميع المتعلمين خصوصي في صفوف الشهادات عدم الانقطاع قبل الوقت المحدد واستكمال دراستهم مع مدرسيهم في مدارسهم وأيضا سؤال أبنائنا المتعلمين للمدرسين عن أي سؤال يطرح عليهم ومتابعة القناة الفضائية التربوية لمتابعة الدروس التعليمية الموجودة عليها والمنصات التربوية وأيضا لمتابعة الندوات التي يجريها الموجهون الأوائل والموجهون الاختصاصيون والمدرسون نعم بالخطام بدنا نتشكر اليوم وجودك معنا وأكيد نتمنى التوفيق لكل الكادر التدريسي وخصا التربوي والإشرافي يعني المهم يلي موجودة حاليا عليه ورح تكون لها سنوات قادمة هي كتير كبيرة بدنا نشكر كتير إناسمية مديرة الإشراف التربوي في وزارة التربوية شكرا لكم شكرا للقناة الإخبارية دائما بتضوي على الجوانب التربوية شكرا لوجودك وموفقين إن شاء الله شكرا لكم مدرسين ومدرسين وطلاب تسلمو شكرا لكم شكرا لكم